بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة طلابنا العزاء نتحدث عن تمرين 14 طبعا أكو بعض التمارين تركناهن وراح نترك بعض التمارين اللي غير مهمة في أغلب الجامعات ما تأخذونهن فنتركها اليوم ما عدنا في تمرين 14 طلابنا العزاء طبعا نسيت أعرفكم نفسي أنا أستاذ محمد نجم النوفلي أرحب بكم في محاضرة جديدة تمرين 14 طلابنا العزاء المطلوب من عندك هو ذكر نوع الكلمة هل هي اسم هل هي فعل هل هي صفة هذه بالحقل الأول بالحقل الثاني المطلوب هو ذكر يعني الشكل الجديد لهذه الكلمة بعد الإضافة الجديدة وهذا التمرين يثبت شغلة واحدة يثبت شغلة على أن الderivational suffixes إضافات الderivational change the part of speech تغير نوع الكلمة زي يعني فنجي على كلمة break طبعا كلمة break بمعنى يكسر ولكن لها اسم آخر لها اسم كلمة آخر يعني اسم إذن كلمة break تأتي بمعنى فعل وأيضا تأتي بمعنى اسم فعل واسم إذن تكتب هنا فعل واسم وهنا ستصبح اسم فقط ستصبح اسم فقط مثل ما تشوف حضرتك هنا هذا الجواب verb noun و noun إذن هنا بالتغيير الجديد رح يصير noun زي نجي على هذه الكلمة على هذه الكلمة الثانية كلمة desire طبعا كلمة desire أيضا تعتبر فعل واسم يعني لها صيغة فعل وصيغة اسم زي يعني و desirable طبعا طلابنا العزاء خلوها ملاحظة بباركب دائما أي كلمة تنتهي بable تعتبر اسم بصفة كتبها يماك ملاحظة أي كلمة تنتهي بable تعتبر صفة وأي كلمة تنتهي بage تعتبر اسم تعتبر اسم عندنا هذه الكلمة تعتبر فقط فعل زي هنا ش صارت خلو نطيكم لحظة أخرى صارت اسم أي كلمة تنتهي بالأي سي واي تعتبر اسم زي أيضا البقية طلعها الفكرة مالتها أنه أنت لازم تكتب نوع الكلمة طبعا رقم خمسة يقول صفة هذه صفة وهنا هذه فعل خليهم ملاحظة يماك رقم خمسة أن أي كلمة تنتهي بي اي زي دي تعتبر فعل وطبعا ذن الإضافات موجودات بقناتنا على تليجرام صورة لأن لو أقدرت أن نشرتها يلكم الصورة على اليوتيوب بس موجودة على قناتنا على تليجرام أو تقدر تتواصلوا بيانا على المعرف اللي موجود بالوصف ونضيفها إلك طبعا هذه الفكرة مالهذا التمرين طلابنا العزاء هذا هنا يريد نوع الكلمة طبعا مثل ما ذكرت لك مرات الكلمة لها أكثر من الشكل يعني حسنا مثلا رقم عشرة هذه كلمة يغني ما لها يعني رقم عشرة يغني عشرة هذه الكلمة ممكن تكون فعل يغني وإلها معنى آخر اسم معنى آخر بينما هنا هنا في هذه المجموعة بعد أضافة الـ ER بعد أضافة الـ ER إلها ما راح تكون غير حصرا في اسم هذا أني حفظ طلابنا العزاء ذنني حفظ يعني ما بيهن ما بيهن مثلا فت قاعدة أو فت شي ما كن حفظا حفظ طبعا كلمة يغني بمعنى فعل بمعنى يغني وتأتي بمعنى اسم وتأتي بمعنى اسم يعني الغناء الغناء إذن طلابنا العزاء كلمة تجي بمعنى فعل يغني وتجي بمعنى الغناء مثلا طبعا موجودة بأكسفورد كاموس اكسفورد let's have a sing let's have a sing معناها يعني خلينا حصل على هاي الأغنية وخلينا مول عفو خلينا يعني the act of singing يعني الفعل الغناء زين فذني تحفظها يعني ذني تحفظها زين عيني طبعا هي أكو كلمات ما لها فعل واسم فهي حسب الكلمة يعني حسب الكلمة مثلا لدينا كلمة وكي عمل طبعا كلمة يعني يعمل تجي بمعنى عمل وتجي بمعنى يعمل فهذه الكلمة أكيد فعل واسم تكتب عليها فعل واسم زين بس اكو كلمات ثابتات واكو إضافات همت فيه دكاء إضافات تقدر تتواصل إياني نبعثها لحضرتك إن شاء الله تعالى هنا طلابنا العزاء تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم أتمنى هذا التمرين صار واضح وإذا واضح كتبونا واضح بالتعليقات إذا واضح كتبونا أستاذ أريد شرح بعد علي أكثر وأنا حاضر إن شاء الله تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته